حريق جديد في إحدى الجزر اليونانية وهذه المرة في مركز استقبال اللاجئين في جزيرة ساموس ليضع اللاجئين والمهاجرين في دوامة لا تنتهي من الحرائق والأزمات الكبار والصغار هنا يلعبون ويخترعون من بقايا الدمار أشياء تنسيهم حجم المأساة العالقين فيها أو ربما يكون اللعب من باب فقدان الأمل بالحلول التي لا يجدون الطريق إليها في السجن اليوناني الكبير حريق مخيم ساموس لم يكن بعيدا عن مخيم موريا الذي شرد الآلاف وفتح النار على المضومة الأوروبية في قضية التعامل مع استقبال اللاجئين سواء في اليونان أو غيرها من الدول هذه مشكلة أوروبية وما حدث في موريا عار علينا جميعا لذلك نحن هنا أيضا ليس فقط للفت الانتباه إلى الوضع الذي يعيشهها أبلاء الأشخاص علينا أن نجد حلا مشتركا وعلينا أن نجد حلا يمكن من إعادة توطين الأشخاص عبر البلدان الأوروبية هذا الوضع برمته يجعل من الواضح جدا أن مستقبل سياسات الهجرة الأوروبية لا يمكن بنائه على نظام المعسكرات لا يتعين علينا أن نحصل على مثل هذا هذا لا يستحق أوروبا في عام 2020 منظمة وأطباء بلا حدود انتقدت نظام إيواء المهاجرين واللاجئين في اليونان وطالبت بحل جذري لوقف معاناتهم التي تحاصرهم منذ خمس سنوات بالإضافة لانتقاد آلية إعادة التوطين لضمان حياة كريمة لهم داخل الأراضي الأوروبية تصريحات توافقت مع تحركات للاتحاد الأوروبي تجاه الوضع الحالي إنني أرفض الورقة حول تحدي الهجرة هذا هذا هو التحدي الأوروبي المشترك بحلول نهاية الشهر ستطرح المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة وملموسة على الطاولة ونحن بحاجة إلى أن نكون أكثر التزاما من أجل أن نكون أكثر كفاءة مناشدات لمنظمة هيوم رايتسووتش ومنظمات حقوقية لتسريع نقل المهاجرين إلى البر الرئيسي أو إلى الدول الأوروبية بعد تصدر ألمانيا المشهد بالمسيرات التي طالبت الحكومة الألمانية باستقبال اللاجئين من اليونان دون شروط مسبقة والتي عبرت عنها منظمة بروازول الألمانية بأن حقوق الأطفال وحقوق الإنسان تداس بالأقدام في اليونان وسط صنط الجميع أعتقد أنه يجب على الجميع الآن أن يفهموا أنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي ويتصور سياسة هجرة تبدأ عند حدودنا الخارجية فستواجه أوروبا مرارا وضع هجرة سيئة ولن يرغب أحد في ذلك بالتأكيد ظروف بائسة خيام فارغة لا وسائد ولا بطانيات ولا شيء يمنع الحرائق من الاتهام الحلم الأوروبي الذي يتحول إلى السراب أو يتلاشى مع بقايا الدخان والرماد